أعزائي المشاهدين ننوه أنه سيكون معي بعد قليل ضيف النشرة لهذا المساء السيد أبو بكر آدم إبراهيم المدير العام للاقتصاد بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نتحدث معه عن برنامج الوطني للتنمية بعد قليل وإلى حفل التسليم والتسلم بين الحاكم الجديد والسابق لإقليم تانجيلي حيث ترأس الحفل الأمين العام النائب بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي تجاني مصطفى والتفاصيل بحضور السلطات الإدارية والتقليدية لمدينة لاي حاضرة إقليم تانجيلي شهدت ساحة الاستقلال بالمدينة مناسبة تسليم وتسلم بين الحاكم السابق لإقليم مرجوكي ويدو والجديد داود كينيفور حيث ترأس مراسم التسليم والتسلم الأمين العام النائب لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي آدم موسى ألفين الحاكم السابق لإقليم في خطابه شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي منحها إياه لإدارة إقليم تانجيلي لعام وخمسة أشهر طالبا من جميع الإداريين والعسكريين مساعدة الحاكم الجديد من جانبه الحاكم الجديد لإقليم تانجيلي داود كينيفور أشهد بجهود سلافه على الإنجازات التي حققها لتقدم الإقليم شاكرا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على تعيينه على رأس الإقليم داعيا الجميع على احترام قوانين وإدارة الدولة مؤكدا استعداده للتعاون مع الجميع من أجل تقدم وازدهار الإقليم واختتمت المناسبة بالتوقيع على محظر التسليم والتسلم نظم نواب إقليم لغون الشرقي وعدد من أبناء الإقليم حفلا بهدف تقديم الشكر والعرفان لفقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على تعيين السيد بول أم بن دوم ووزيرا لوزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن والتنمية الحضرية محمود حسن سابو والمزيد من أجل الاعترغاف بالجميل والتعبير عن الشكر والامتنال لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لتعيين السيد بول أم بن دوم وزيرا لوزارة استصلاح الأراضي السكن والتنمية الحضرية فإن أبناء إقليم لغون الشرقي في مقدمتهم نواب الإقليم قد تعبروا عن خالص شكرهم لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة على تعيين السيد بول أم بن دوم لدارة هذه الوزارة لذلك فقد أكد رئيس اللجنة التنظيمية بأن هذا التعيين الذي جاء في الوقت الذي تجتاز فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب أزباب خارجية فإنهم سيقفون خلف ابنهم من أجل مواجهة التحدي في هذه اللحظة النائب البرلمانيج دينغارنجا ديباسا هو الآخر عبر أن بالغ امتناله لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولرئيس الحكومة بايمي باداقي ألبير على وضع ثقها في بول أم بن دوم لدارة هذه الوزارة موضحا بأن الخبرات الكثيرة التي يمتاز بها في دارة الأحوال العامة للدولة ستساعده من دون شك في أداء هذه المهم التي يكلف بها من قبل سلطات البلاد العلية الوزير المحتفى به بول أم بن دوم وبعد شكره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فاضعبر عن شكره لأبناء أقليمه على وقوفهم خلفه مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جادي من أجل إدارة هذه الوزارة التي تكتسي أهم يبالغها لشاد يشار إلى أن التعيين بول أم بن دوم على رأس هذه الوزارة يندرج ضمن التعينات الكثيرة من قبل رئيس الجمهورية إدرسد بإتنو لأبناء أقليم لقون الشرقي في العديد من المهام والمسؤوليات العليا بالدولة